على الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقية الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005 إلا أن الخلافة على موضوع إدارة حقول كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة ليبقى الأمر محطة ابتزاز سياسي تتلاعب فيه أطراف العملية السياسية في بغداد وأربيل السوداني منذ توليه رئاسة الحكومة الجديدة تعهد بحسم الخلاف مع أربيل وتواصل مع مسرور البارزاني إلا أن الأمور تبدو معقدة أكثر فهناك خلافات في تفاصيل هذا القانون ما زالت تعيق تشريعه برلمانيا مصادر سياسية أكدت أن هناك تدخلات سياسية تعمل وفق أجندات خارجية تعمل على عرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب وأن هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية ومن ضمنها تنظيم عمل الاستخراجات النفطية التي يحددها قانون النفط والغاز غياب تنظيم النفط والغاز سيترك النفط في كردستان العراق عرضة لعمليات التهريب والسرقة من قبل المتنفذين وبالتالي حرمان الشعب من الاستفادة من عائدات هذه الموارد الكبيرة باحثون اقتصاديون نبهوا إلى ضرورة حسم قانون النفط والغاز لأنه سيضمن طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تنتج في حدود الدولة العراقية فضلا عن تنظيم الإرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور في فقرة توزيع الثروات الطبيعية وبحسب الباحثين لا توجد عوائق عملية على أرض الواقع لإقرار قانون النفط والغاز الذي سيساهم في زيادة مدخرات خزينة الدولة لكن هناك أسباب سياسية بحتة هي من تعيق إقرار القانون وبعبارة أخرى أطراف العملية السياسية تريد إبقاء القانون ورقة مساومات سياسية